دمرت مدفعية الجيش الوطني معدات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثية الانقلابية في منطقة مران بمحافظة صعدة وفاد قائد اللواء الثالث عاصف اللواء محمد العجابي أن مدفعية الجيش استهدفت مواقع الميليشيات الحوثية في المتمركزة في تبة الشيتفي في مران واستطاعت إصابتها بدقة عالية مشيرا إلى أن القصف أسفر عن تدمير الأسلحة والمعدات الثقيلة التي كانت تتواجد في ذلك الموقع إلى جانب تدمير المتارس التي كانت تتحصن فيها الميليشيات ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من عناصر ميليشيات الحوثي